اما في ما يخص ما يدور في نادي الزمالك وكواليس ما يحدث في نادي الزمالك مبدأين كده؟ الزمالك عنده إيقاف الكيد فكل حاجة معلقة يعني ايه معلقة؟ يعني الزمالك مش واخد قرار نهائي برحيل لعبين بس حاطة أسماء في حال رفع إيقاف الكيد في لعبة هتمشي ده واحد اتنين لسه الزمالك مش قادر يخش بشكل في جدية في شراء أو التعاقد مع لعبين ليه؟ مفيش رفع إيقاف الكيد والزمالك في طريق الحل هذه الأزمة بالمناسبة طيب في حال رفع إيقاف الكيد ايه اللي هيحصل؟ مبدأيا كده محمود علاء محمد أشرف رؤى ماشيين من نادي الزمالك ده بطلب من جوزي جوميز الموديل الفني للفريق رؤى عنده عرض من النادي المصري البورسعيدي محمود علاء عنده عرض من نادي بيرامد وبالتالي الاتنين دول أول الناس اللي ماشيين من نادي الزمالك في حال رفع إيقاف الكيد طيب سواء بقى تم رفع إيقاف الكيد أو لأ إبراهيم أنا ضايق ده ماشي 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 تم إبلاغه بالرحيل من نادي الزمالك بنهاية عقده بنهاية الموسم الحالي يوسف أوباما لسه موقفه مش معلوم قوي ليه؟ الزمالك عنده رغبة أن أوباما يكمل مع الفريق بس هو عايز عشان يجدد عقده محتاج أنه ياخد في الموسم 12 مليون جنيه الزمالك مش عاجبه الرقم ده وعايز يخفض الرقم لو توصلوا للتفاق وتم تخفيض الرقم أوباما يكمل مع نادي الزمالك ما توصلوش أوباما راحل عن نادي الزمالك متيبة لاتجاه الأول في نادي الزمالك أنه يخرج إعارة من الفريق إعارة مش بيع أنه يعيره يستوي شويتين تلاتة وإن كان لسه نجاب جول في الجزائر يعني في تسويات كاس العالم يستوي أكتر شوية وبعد كده يرجع نادي الزمالك تاني بالنسبة ليسر حمد لاتجاه الأقرب رحيل اللاعب بناء على طلب من جوزي جميز